يعني في كندا وفي الجامعة الكندية قدمت هذه الرسالة عن الحارة المصرية؟ أيوة والحقيقة ده كان موضوع كنت عايزة أشتغل عليه من وانا في مصر أنا كنت بشتغل في أكاديمية الفنون في معهد السينما ثلاث سنوات تقريبا قبل الهجرة وكنت عايزة أعمل رسالة الدكتوراه عن الحارة في السينما المصرية وفجأت بإني في كندا بعرض الموضوع على المشرفة والمشرفة بتقولي أنا ما عرفش حاجة عن السينما المصرية لكن أقدر أساعدك على مستوى مناهج البحث على مستوى النظريات السينمائية وقد كان يعني هي أشرفت علي بدون ما تكون عندها خبرة بالضرورة بالسينما المصرية وأنا وقتها كنا لسه في مرحلة الـ VHS وكان بصعوبة شديدة أن احنا نلاقي الأفلام فكنت بطر أرجع مصر فترات طويلة في بعض الأحيان أروح مدينة السينما أتفرج على الأفلام على بوبينات وبعض الأحيان ألاقي VHS فتفرج وقدرت أرصد يمكن حوالي أكتر من 500 فيلم ما بين سنة 1939 وسنة 2001 بتدور أحداثهم في الحارة عدد كبير بس خررت أنه التحليل يقتصر على يمكن 65 فيلم فده الدكتوراه اقتصرت على فعليا 65 فيلم يعني كانت الحارة المصرية عنصر مهم في الأفلام أو في السينما المصرية بالضرورة بالتأكيد لأنه كمان إحنا عندنا جانرى يعني عندنا نوع بنسميه الحارة أو سينما الحارة فده مستمر وكان للأسف لم يدرس بما يكفي أو لم يدرس بشكل منهجي وعلمي أنا لما قررت أعمل البحث كان فيه بعض الكتابات عن الحارة عند نجيب محفوظ أو نجيب محفوظ في السينما إنما ما كانش فيه يعني رسالة دكتوراه أو كتاب فيما بعد أصبح كتاب عن الموضوع ده طيب الحارة المصرية من واقع لما حضرتك درستي هذه الأفلام الكثيرة العدد وكان لها شكل معين وكان لها عناصر معينة الحارة المصرية الحالية اختلفت؟ تماما الحارة يعني أنا طبعا مش متخصصة علم اجتماع أو علم أنتروبولوجيا أنا تخصصي فعليا إعلام ودراسات سينمائية إنما كان بالضرورة لازم أقارن بين إزاي السينما قدمت صورة الحارة على الشاشة زمانه دلوقتي وأنزل بنفسي يعني في بعض الأحيان لو هنتكلم عن مثلا أماكن محددة زي الحمام الشعبي أو الجوامع الأثرية القديمة كان لازم أنزل بنفسي يعني أعمل معاينات على الواقع وأشوف فطبعا لو كلمنا على السينما المصرية قدمت ده إزاي في الأربعينيات والخمسينيات وأنا بعمل البحث بتاعي في نهاية التسعينيات وأوائل الألفنات كان فيه فروق كبيرة جدا بين الواقع اللي أنا بشوفه وبزوره وبين الأفلام قدمت لنا ده إزاي إنما الأفلام تطورت أيضا يعني مع الواقعية الجديدة مثلا أفلام خيري بشارة وداود عبد السيد وعطف الطيب بنشوف لا الحارة نفسها كصورة اختلفت من الأربعينيات والخمسينيات فترة السبعينيات كان فيه أفلام البلطجية والفتوات برضو اختلفت وبعدين في التمانينيات والتسعينيات اختلفت الحارة أيضا في التصوير بتاعها وبين بنخرج يمكن بعيدا شوية عن حارة الفاطمية يعني كان التركيز أكتر في فترة نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف عن الحارة الفاطمية لها مصر القاهرة القديمة بعد كده ابتدنا نروح لأماكن مختلفة نروح شبرة نروح للكيتكات ونشوف بقى الحارة اللي هي على يعني الهوامش بتاعة القاهرة ودي كانت طبعا طفرة في تاريخ تصوير الحارة في السنين اشتركوا في القناة